خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا دينا شرف ونعرف منها أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات صباح خير جمعنا صباح خير محمد صباح السعادة والتفاعل على كل المصريين في كل مكان وفعلا كلنا يعني بنشعر بالحزن والوجع الشديد جدا على ما يحدث في غزة وإحنا متضامنين كلنا الشعب المصري وكان من مبارح من قمة القاهرة الدولية وصلنا رسالة هامة جدا أن مصر هي عماد السلام في العالم كله يعني ده واضح للأجمع دلوقتي أو العالم كله أو المجتمع الدولي يعي تماما أهمية مصر في السلام في منطقة الشرق الأوسط بصبح عليكم لكن خلونا دلوقتي نستعرض معاكم بعض أحوال المرور اللي في مناطق مختلفة من مصر وهنبدأها معاكم جولتنا من القاهرة وخصوصا نحن كمان يعني بداية الأسبوع دلوقتي بتكون في كتفات مرورية في أول يوم مع نهاية يوم العمل أو خلونا نبدأ جولتنا كده تحديدا من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين بتظهر كمان كسافات مرورية على الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق القادم من أقاليم للقاهرة عبر طريق الزراعي نفس الأمر المتجه من المنيب للأوتستراد والتجمع كمان فيه بعض الكتفات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق من الجيزة كذلك الأمر اللي جاي من فيه مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبستين وزهر ايه معادي نروح بجولتنا لشوارع الجيزة وفي سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان ولو رحنا بقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي فيه كتفات مرورية نسبية وفيه أيضا كتفات أخرى ظهرت أعلى كبري الجامعة ولو رحنا لمحور صفت فبيشهد كتفة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة ومعاكم نروح للإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية مع عدى بعض الكتفات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتجه إلى بورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية ونروح معاكم لمحافظة سهاج ولا هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج اللي الطريق عندها بيشهد كتفات نسبية نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنع مرياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية في سيولة مرورية في بعض الكتفات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كتفة نسبية أو في كتفات نسبية كمان عند طريق مستشفى جامعة سهاج كمان في كتفات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعة الظروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير ومن جولتنا في شوارع مصر خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس سيكون ماء للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والواجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء في فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحي الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37 وأقل درجة حرارة في كاترين 27 درجة هنتابع موحدكم تقصي بالتفصيل طبعا بعد شوي لكن هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة علشان نبدأ معكم في قرصة ماخرية مصر شكرا لك يا دينا شكرا